الشركات التي دخلت العراق بالسوق الألكترونية وبدأت تمتس قرابة مئات ملايين دولارات سنويا من المواطنين العراقيين مثل شركة الفوركس وكذلك اليونك هو الحقيقة ماكو عندها أي شرعية المفروض أنه الهيئة تكون طبعا الجهة المرخصة لهم لطرح منتجاتهم بالسوق العراقية إجمالا يعني السوق العراقي وليس سوق العراق الأوراق المالية هذا الموضوع طبعا راح نعالجه بإصدار تعليمات وفرض وجوب الترخيص من قبل الهيئة لهذه الشركات طبعا ضمانا لحقوق المواطنين والمستثمرين العراقيين اللي مثل ما تفضل الأستاذ داود هي معرضة لطبعا الخطر والخسارة وهذا طبعا إحنا ما نرضى به وراح نعالجه مثل ما قلت قبل شوية وطبعا دراسة أخرى اللي هي طبعا شجعتنا على أنه نفكر بإنشاء سوق لتداول السلع حاليا أكو أيضا منصات أو نوافذ ألكترونية اللي يتم التداول بالسلع عبرها بالأسواق العالمية خارج العراق وهذا طبعا أيضا أحد الطرق اللي ممكن أنه تسبب خسائر للمواطنين والمستثمرين العراقيين فلذلك طبعا معالجاتنا لن تقتصر على فقط غلق هذه النافذة اللي ممكن تسبب خسائر ولكن أيضا طرح حلول بالاستثمار بأسواق عراقية اللي يتم التعامل بمختلف السلع والأوراق المالية بها وهذا طبعا رح ينشط من عملية استقبال الأموال العراقية داخل السوق العراقي وهذا طبعا هدفنا وعدم اكتنازها وعدم تقديم أي فرص استثمارية